السلسلة. السلسلة بعد ما عطيت العقدة السحرية اذا ما زبطت معاكم عادي اربطوا. مع الوقت بتصير تزبط معاكم. بدي الف خيط على السنارة. خليني بس عمل الفوكس على السنارة. الف خيط على السنارة. هذا الخيط اللي انا لفيته على السنارة بدي اسحبه. بدي اخلي السنارة تلقطه. بالرأس تبعها. خلي السنارة تلقطه بالرأس تبعها. والدخله من داخل العقدة الموجودة عليها. هادي هي سلسلة. خيط على السنارة حسب الطريقة اللي بتريحك. انا بفضل دائما لطالباتي من ورا لقدام لانه من قدام لورا رح يفتل معاكم الخيط. من ورا لقدام ثبتي ثبتي اسحبي ومن داخل السلسلة. من ورا لقدام ثبتي اسحبي من داخل السلسلة. كأنها جدلة شعر. شايفينها؟ من ورا لقدام ثبتي اسحبي من داخل السلسلة. من ورا لقدام ثبتي. شايفين كيف ببرمها شوي لتحات علشان تثبت وبعدين بسحبها من داخل السلسلة. بطلع. ما عم بشد انا. انا لما بطلع بالعكس برخي راسها. من ورا لقدام ثبتي اسحبي من داخل السلسلة. من ورا لقدام ثبتي اسحبي انا بسحب سنارتي اسحبي لما سنارتك تسحبيها خلي راسها ياخد الخيط. نزليها شوي لتحت علشان ما تاخد الخيطين سوا. شوي لتحت ومن داخل السلسلة. واجب اليوم انكم تعملوا سلسلة. سلسلة. على شكل اسوارة ايدك. يعني بطول ايدك. مش هتقدر تسكروها لان احنا نعلمكم بعدين غرزة المنزلقة. وهذه هي سلسلة اليوم. ورمزها الدائرة اللي رح احط لكم اياها هيك الدائرة الفارغة. ليه لانه احنا لما نروح نتعلم سنارة اما بنقرأ رموز بترونات زي اللي رح افرجكم اياها الى. فلازم نكون عارفين رمز كل غرزة فيها. او بنفتح على اليوتيوب وبنطبق. فالاسهل والاكثر انتشارا والاكثر حرفية انك انت تعرفي رموز البترونا. يعني اي حدا بيعطيكي بترونا كروشي. اللي هي رسمة كروشي على شكل رموز. بتقدر انت تحلي لها وتحوليها للشغل البدكية.